يبدو أن تداعيات الوثائق الأمريكية المسربة لن تمر مرور الكرام صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن البنتاجون قيد تدفق المعلومات رداً على تسريب وثائق سرية عن حرب أوكرانيا مضيفة أن التقييد الصارم يكشف عن مستوى عال من الذعر في أوساط القيادة الأمريكية الصحيفة نقلت أيضاً عن مسؤول استخباري أوروبي قلق دول الاتحاد الأوروبي من إمكانية تقييد واشنطن وصول الحلفاء إلى تقارير الاستخبارات المستقبلية قلق يقابله تركيز من البنتاجون في محاولة للكشف عن كيفية تسرب عشرات الوثائق البالغة السرية وقلق بالغ من البيت الأبيض بشأن تداعيات التسريب بحسب صحيفة وولستيت جورنال التي أضافت أن وزارة الدفاع الأمريكية تجري دراسة مجموعة من الاحتمالات بشأن كيفية حدوث الاختراق منها قيام شخص لديه تصريح أمني سري للغاية بتسريب المعلومات أو أن منظومات الاستخبارات الأمريكية قد جرى اختراقها الصحيفة الأمريكية نقلت عن مسؤولين في البنتاجون قولهم إن الكشف غير المصرح له عن معلومات شديدة الحساسية لا يثير قلق كبار المسؤولين الأمنيين في الولايات المتحدة فحسب بل الحلفاء الذين تجري مشاركة المعلومات الاستخبارية السرية معهم أيضا فالوثائق المسربة تشمل معلومات استخبارية عن دول بينها بريطانيا وكوريا الجنوبية وأيضا إسرائيل مرجحين أن التسريبات ستؤثر على الأمن القومي الأمريكي في جميع أنحاء العالم وقد تؤثر على سير الحرب في أوكرانيا كونها تكشف نقاط الضعف المحتملة في المعركة قد لا تكون هذه التسريبات الأولى من نوعها في تاريخ واشنطن لكنها تفتح باب التساؤل عن من يقف وراءها وعن أهدافها البعيدة وعن المستفيد الحقيقي منها في عالم السياسة الذي لا يتقن سوى لغة المصالح مهما كان الثمن